واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا يوم الخروج يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بانوراما بصدقا للمنهج اليماني الزبدة الزبدة الذهبية أعرف أعرف إمامك أعرف أعرف البراءة الذهبية بانوراما بانوراما الظهور لازلت لازلت معكم في العنوان الأول دجال سجستان وهذا هو الجزء الخامس لازل كلامنا بخصوص المرجع الشيعي الأعلى السستاني حدثتكم في الحلقات المتقدمة عن المؤسسات السستانية الغارقة في الفساد بكل أنواعه وعن الوكلاء السستانيين الساقطين أخلاقيا ودينيا إنني أتحدث عن الأعمي الأغلب والأكثر منهم هذه هي الظاهرة الواضحة في وكلاء المراجع عموما وفي وكلاء ومعتمدي السستاني خصوصا وانتقلت بعد ذلك كي أحدثكم عن العلاقة السستانية الوثيقة والوثيقة جدا بالبعثيين المجرمين اللعنى ومر الكلام في هذا وعردت بين أيديكم ما عردت من الحقائق الدامغة والوثائق الواضحة حتى إذا افتردت أن بعضا مما قلته ليس دقيقا ليس أكيدا كنت أكذب في بعض ما أقول فليس منطقيا أنني قد كذبت في كل ما قلته فإذا ثبت صدق البعض ثبت المطلوب على أي حال نحن مستمرون في بيان الحقائق وما أتمناه عليكم أن تصطبروا علي إلى أن يكتمل الموضوع قطعا الموضوع لا يكتمل في هذه الحلقة فأنا بحاجة إلى حلقة أخرى من معطيات معطيات موضوع الحلقة الماضية هذه صورة هذا معطى من المعطيات سيكون الحديث عن شاعر صدام إنه الشاعر الصابئي ديانة البعثي إلى النخاع بل إن نخاعه مادته بعثية صرفة إنه عبد الرزاق عبد الواحد هو شاعر مفلق لا شك في هذا ولهذا نال ما نال من المنزلة عند صدام لماذا نتحدث عن عبد الرزاق عبد الواحد الشاعر الصابئ البعثي لأن السيستانية كان يريد أن يجعل منه وزيرا للثقافة بعد 2003 فشيعة العراقي ما شاء الله ثقافتهم كالشمس الطالعة أنحسن جهال أمهيون لا يفقهون شيئا إنني التقيت بأساتذة في الجامعة لا يحسنون أن يكتبوا سطرا صحيحا من الجهة الإملائية ومن الجهة النحوية أتحدث عن زماني ما بعد 2003 للميلاد على أي حال هذا الأمر ليس مهما في هذه الساعة نبدأ من هذا الفيديو كي نتعرف على وزير الثقافة السيستاني هذا هو وزير الثقافة الذي سيقدم للشيعة الثقافة السيستانية مثل ما يريد المرجع السيستاني أعرض لنا الفيديو الذي يلقي فيه عبد الرزاق عبد الواحد شعراً بين يدي صدام اللهم احفظ لنا صدام اللهم احمي لنا صدام فاسلم لنا قائداً واسلم لنا أملاً واسلم عراقاً به التاريخ يحتفلوا شكراً لكم 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 هذه لقطة فإن البرنامج ليس معدًا للحديث عن هذا الشاعر البعثي الصدامي هذه لقطة ومن خلال هذه اللقطة تستطيعون أن تعرفوا ولو بالإجمال شيئاً عن عبد الرزاق عبد الواحد في زمن صدام بعد أن أعدم صدام هناك لقاء أجري مع عبد الرزاق عبد الواحد وهو في خارج العراق يتحدث عبد الرزاق عبد الواحد حديثاً لن أدخل في تفاصيله لأنني سأعرض عليكم الفيديو لكنني ألفت أنظاركم إلى أمور تحدث عنها وأشار إليها عبد الرزاق عبد الواحد ربما لا تلتفتون إليها حينما أراد في معرض حديثه أن يتذكر أبياتاً قد قالها في رثاء صدام بعد إعدامه زوجته كانت موجودة هي التي ذكرته وهو قال بأن أم خالد ذكرتني هذه عائلة برجالها ونسائها بعثية صدامية إلى النخاع هو في حديثه يقول للذي يجري معه الحوار بأن أم خالد التي هي زوجته قد ذكرتني لم تكن موجودة في المقابلة لكنها كانت موجودة في المكان الذي أجريت فيه المقابلة نقطة أخرى تحدث عبد الرزاق عبد الواحد عن أن صداماً مد يده إلى حبل المشنقة التي ورتب الحبل سوى الحبل هذا من خياله هذا من خياله صدام حين جاءوا به إلى مكان الإعدام جاءوا به من معتقل أمريكي وفي النظام الأمريكي المعتقل تقيد يداه وتقيد رجلاه فجاءوا بصدام وكانت يداه ورجلاه مقيدة وشنق على هذه الحالة كان مقيداً فكيف مد يده كي يسوي الحبل هذا ما قاله عبد الرزاق عبد الواحد في حديثه وتساءل أيضاً يناجي صداماً من أنه كيف أنجبتك أمك إنه يشير إلى صبحة وصبحة وصبحة العراقيون يعرفونها يبدو أن ثقافتنا السيستانية كان مقدراً لها أن تنهل من منهل صبحة فأضيف هذا إلى مؤسسة الكوثة وأضيف هذا إلى مكتب المرجعية المرجعية في الحرم الحسيني حيث يوقعون على الأدبار وحيث يعبثون بأدبار بعضهم البعض هناك في مكتب المرجعية السيستانية في الحرم الحسيني الشريف أضيف هذه المعلومة إلى تلك المعلومات رجاء أعرض لنا الفيديو شنو كان شعورك يوم إعدامي ها؟ شنو كان شعورك يوم إعدام صدامي لا تسأني هذا السؤال ينتظم انت رتيت بأبيات شعرية شوف فديوم قاد أقرأ سلاماً عراق القادسيات وقلت وقلت منها مقطع أقول يقولون هل بعد المنية غاية أجل بعدها أن لا تجوع ولا تعرى وأن لا ترى للشر وجهاً ولا يداً وأنك تمسي لا تراع ولا تغرى أجل بعدها معيارها أن تجيئها مهيباً تكلتك إن الموت موتك في الذكرى ولو كان بعد الموت موت لعوضت به النفس ما عانته من ميتة النكرى ولكنه الموت الذي ليس غيره وإرثك منه لا يباع ولا يشرا أنت رثيت صدام حسين في أبيات أكمل لك هاي لحجاية قال لي عبد الرزاق عيد لي هذا المقطع هذا المقطع قدت لهي أنا أشوفها دائماً يعني ممكن كل سواء ورا مرور ممكن ثلاث سنوات قال لي عبد الرزاق تذكر المقطع هذا اللي قريت لي وعدت لي قال لي حافظة قدت له نعم حافظة قامت قرأ ليها سنة 2002 بالضبط قال لي بعدك حافظ المقطع قدت له قال لي قرأ ليها سنة 2000 هما قريت ليها للمرة الرابعة أنا شفتها شون شون عدم يقوم تلطف على وجلين أنا قت له موته أنا عبالك شخصت الموتها ماتا شون لازم يموتها ورثيته في أبيات بس وما يراد أنا شخص هو يرغمني على أن يموت بهالطريقة مو هو العدل الحبل على رقبته انتا شايف واحد ينقونا يا عدل الحبل على رقبته أخ شون جابتكم مكنتا كيف يرثل الجلال والكبرياء رثيته في أبيات رثيته بقصائده هو هي قصائق ده مثله وحده منهم أقول له لست أرثيك كيف ترد ليهم خالد لست أرثيك لا يجوز الرثاء كيف يرثل الجلال والكبرياء كيف أرثيك يا كبير المعالي هكذا وقفة المعالي تشاء هذه لقطات سريعة تكشف لنا شخصية هذا الشعر ومدى علاقته بصدام بالشخصية الصدامية المجرمة بأجواء البعثيين اللعناء هذا هو بين أيديكم السيستاني يريد أن يجعله وزيرا للثقافة الرجل مات الرجل مات ولكن السيستانية كان يلحقه خارج العراق يريد أن يأتي به إلى بغداد كي يجعله وزيرا للثقافة ويأتي بمحمد مهد صالح الراوي كي يكون وزيرا للتجارة وأعاد إلى القادة من فدائي صدام الآن هم موجودون في القوة العسكرية العراقية وتريدون منا أن نقول بأن جيش العراقي ما هو بجيش مجرم هؤلاء القادة المجرمون ماذا يفعلون مر هذا الكلام علينا في الحلقة الماضية هذه هي العلاقة الوثيقة ما بين السيستاني والبعثيين مع أن البعثيين لا يتوقعون هذا منه إلى هذا الحد وهو ليس بعثيا لكنه يريد أن يجعل من وجود البعثيين منقصا للإيراني هذا هو الذي يريده مثل ما بيّنت لكم من أنه يخاف من التغول الإيراني إلى الحد الذي يستطيعون أن يفرضوا المرجع الأعلى في النجف وهو يخطط أن تكون المرجعية لولده محمد رضا من بعده فماذا يصنع فإنه يلجأ إلى الاعتماد على البعثيين لأجل أن يقطعوا الطريقة على الإيرانيين بقدر ما يستطيع ويفعل ذلك بإسلوب خفي وهذا هو الدجال بغض النظر أن الأحاديث التي تتحدث عن دجال سجستان تنطبق عليه أو أنها لا تنطبق عليه هناك احتمال أنها تنطبق عليه وبغض النظر عن هذا الاحتمال فإن السستانية دجال بامتياز دجال بامتياز انظروا إلى عبد الرزاق عبد الواحد في حفل لتكريم ذكرى صدام في الأردن وكان الرجل مريضا طلبوا منه أن يجلس على كرسي رفض قال كيف أرثي صداما وأنا أجلس على كرسي عبد الرزاق عبد الواحد ليس في العراق وليس في زمن صدام حتى نقول بأنه خائف من صدام الرجل صدامي إلى النخاء وبعثي إلى النخاء أعرضوا لنا الفيديو في هذا العام خانني جسدي خانني جسدي وتعرضي لعمليتين كبريين أحدهما في عمان والثاني في فاريس وهذه عقابلهما لا بس أوشكت أن أعتذر أعتذر فقال لي أعز أصدقائي يا أبا خالد إذا اعتذرت من الكرك فماذا تقول صلى الله عليه وسلم أكبر الله أنضي أنضي ولو محمولا على محافة فقال لا محمولا بقلبي منقولا بسيارتي وقررت أن لا أكد شيئا منذ أمس حتى لا أعتبت على المسرع هذا سبب سبب تعالي الآن ولهذا أعتذر منكم وسأقرق قراتي كلها لصدام وللعراق لا أنا لا أجلس وأنا أقرق للعراق ولصدام لا شكرا لأنني واثق مؤمن إيمانا عظيما بقوله تعالى وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِدِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَا أُنْهَنَا رَبِّعٍ يُذَقْهُمْ ولهذا ما أدل لماذا كنت نقرأ مطقعا من قصيدة من قصائتي في عيزة من عيابنا لأحبها كثيرا أقرأ فقط مقطعها الأول قُلْ كُلَّ أَلْفٍ في ذروة الأهوال بين خوف البقى وخوف الزوال واتساع العيون بين النجاهين على اليأس وانتظار المحال يضع الدارح له ثم يرمو كبرياء إلى سنين القوال أن أرحامها وظلت عقيما قد أغاءت بكل هذا الجلال كل ألف ومحور الأرض يدمى وهو ينزو بين الهدى والضلال يُرْسِلُ الله صوته المتعالي رجلا ليس مثله في الرجال يُرْسِلُ الله صوته المتعالي رجلا ليس مثله في الرجال يُمسِكُ الْأَرْضَ أن تريد ويُرْسِي قطبها عند دروة الزلزال يُرْسِي قطبها عند دروة الزلزال يُرْسِي قطبها عند دروة الزلزال يُرْسِلُ الدهر كوكباً كل ألف ثم يُرْقِيه في مدار الليالي وَأَرْسِي قطبها عند دروة الزلزال وَأَنَا أَعْلَمَ أَنَهُمْ يَرَانَا وَيَسْمَعُونَ الْأَنِ عقيدة عبد الرزاق عبد الواحد في صدام حيث يقول بأن صداماً يرانا ويسمعنا أفضل من عقيدة معممي النجف وكربلاء الذين لا يعتقدون بهذا في محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه هي الحقيقة مهازل الحياة ومهازل الدنيا ألا لعنة الله على حوزة النجف ألا لعنة الله على المذهب الطوسي القذر ألا لعنة الله على المرجعيات الطوسية التي دمرت ديننا وأبعدتنا عن العترة الطاهرة يريدون أن يسلط هؤلاء البعثيين على ثقافة الشيعة في العراق هذا هو الذي يريده السيستاني العظيم يتحدثون عن السيستاني بأنه آخر العظمى آخر الدجالي هذا الدجالون ليس لهم آخر وأمير المؤمنين حذرنا من الدجالين من ولد فاطمة من أصحاب العمائم السوداء أحمد الشريفي وعبر قناة يو تي في المرجعية أيضا عانت كثيرا من استثمارها سياسيا دون وجود طاعة قائدية لها ورح أضرب لك مثل لقاء جرى مع وفد سياسي كان برئاسة الشلبي في حينها في بداية تشكيل مجلس الحكم هذه الزيارة إلى سماحة السيد السستاني حصرا شوف رأيي المرجعية أولا تجنبوا وحل الجيش العراقي عاندوا وحلوا الجيش العراقي قال اجتفاث البعث يجب أن تكون قضية قضائية ومن أي مواطن لديه مشكلة ويبعث يروح للقضاء يقدم أدلة وقرائن أنه قال تضررت من هذا كتب عليه أو شيء من هذا القبيل ويعالج قضائيا ما دون ذلك لتنفرون الدولة لأنه كان الانتماء هذا الكلام المرجعية كان الانتماء قصري وبما أنه قصري لا يجوز معاقبتهم فضلا عن أنكم ستنفرون الطاقات ثلاثة قال لهم أقليات قد لا تحصل الأقليات على تمثيل عبر الالتخابات لقلة عددهم إن لم يحصلوا على مقعدا في السلطة التشريعية فلطوهم مقعدا في السلطة التنفيذية وأوصى الشاعر الله يرحمه عبد الرزاق عبد الواحد قال ياريت خلوه هو وزير ثقافة التفد هذا كلام أهسستاني هذا كلامه وهذا الكلام يعرفه السياسيون في المنطقة الخضراء إنه يريد من الشيعة المظلومين أن يقدموا الأدلة إلى المحاكم العراقية بخصوص الجرائم البعثية التي ارتكبت بحقهم من أين يأتون بالأدلة وأنت يا أيها السيستاني أصدرت الفتاوى بمنع إعطاء الأدلة للمؤمنين أنت أصدرت الفتاوى وقد قرأت بعض فتاويك في الحلقة الماضية الآن تقول من أن المظلومين الذين أجرم البعثيون بحقهم عليهم أن يقدموا الأدلة من أين يأتون بالأدلة وأنت أنت أصدرت الفتاوى بتحريم إعطاء الأدلة لهم أية خدمات عظيمة قدمها السيستاني للبعثيين أحمد الشريف نفسه وعلى قناة الفلوج قال هذه الأقليات قد لا تحظى برصيد انتخابي لإحتمال قلة عددها فمن الضروري جدا أن الأقليات إذا ما حصلت الأيزيدية أو الصابع ما حصلوا برصيد تشريعي فيجب أن تلطوهم المجال بالسلطة التفهيذية وأعني إذارت لوزارة الثقافة أنصح أن يكون شاعر المرحوم عبد الرزاق عبد الواحد السيد السستاني قال هم راح قال الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد يكون وزير الثقافة نعم وقدمت إلى دعوة من المرجعية قال له تعال إلى العراق وأحذى على قدر تعلق الأمر بنا أن يقدم لك حماية وهو تقدم بالشكر للمرجعية أصورة باتت واضحة باتت واضحة جدا السستاني بدجله تحت عنوان الدفاع عن حقوق الأقليات يسرب البعثيين تحت عنوان النزاهة يريد أن يرجع وزير التجارة محمد مهدي صالح الراوي وتحت عنوان حقوق الأقليات يريد أن يرجع الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد وتحت شعار شرف العسكرية الذي لا يعرفه أصلا أرجع البحثيين وأرجع فدائي صدام لقيادة الجيش العراقي هذا هو الذي فعله السستاني ويريد أن يفعله هل هذا كلام منطقي أنا لا أخاطب السستانيين لأنهم حمير حمير ديخيون أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية وحق دماء نحر الحسيني في أجواء السستانيين محمد رضا السستاني البقية الباقون حين يتحدثون عن مقلدي السستاني يصفونهم بالحمير وحق دماء نحر الحسين هذه المعلومات دقيقة جدا رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية والتي تخبرنا عن الواقع الشيعي ما رد أجيب الأسوان واحد قل لي أزر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوبة إليها؟ قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش ايش يعمر تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة له واحد من الأحلام قبل خمس سنة قيلة مستعجب مش داها قيلة تركب يعني قلاغة أغاميشيني قلاغة أغاميشيني قلاغة أغاميشين جميع قلاغة أغاميشة ديخ عربيخ أغش والنس عبارة كنا على ثفا وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسماء قال تركب مثل ما تركب مالذي 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 مليشيني لا مو علم إجمالية هذا هو واقع الشيعا لا بالواقع الشيعا هذا هو الله هذا واقع الشيعا وعبر قناة العربية في برنامج إضاءات مع الإعلام السعودي تركي الدخيل عبد الرزاخ عبد الواحد يخبرنا من أن السيستانية يتصل فيه في وقت متأخر من الليل إنه يريد أن يقدم له جائزة النجف الثقافية حينما أرادوا أن يجعلوا مدينة النجف عاصمة للثقافة وسرقت الأموال وكان الذي كان ولم يتحقق هذا المشروع فكان السيستاني يريد أن يمنح جائزة النجف الثقافية لعبد الرزاق عبد الواحد إنه يطارد الرجل فمرة يريد أن يمنحه جائزة النجف الثقافية ومرة يقدم له التعهد بحمايته يدعوه إلى العراق ومرة يريد من الحكومة أن تعين عبد الرزاق عبد الواحد وزيرا للثقافة في العراق ويقولون لكم من أن السيستانية لا يتدخل في الأمور الصغيرة كذاب ودجال كذاب ودجال كذاب ودجال إنه يتدخل في كل الأمور الصغيرة والكبيرة كذاب ودجال بتمام معنى هذه الكلمة رجاء أعرض لنا الفيديو أكبر تكريم كرمت أنني قبل قرابة عام جاءني تليفون في منتصف الليل متحدث باسم الحوزة في النجف الأشرف قال أستاذ أنا إلى جانب سماحة الإمام السيستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه لا كما نبكي نحن الآن وقال عندما يعلن يوم اعتبار النجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية المكرم الوحي سيكون عبد الرزاق عبد الواحد ودعيت ولا امتذاب لم يعلن اليوم ما حدث لحناه قال نريدك أنت قلت يا سيدي أنتو بتورطينه أنا لنت أخاف من العراقيين لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني في بغضاء يقولون العراقيين قتلوا عبد الرزاق عبد الواحد يعني عفوني من المجيء وأنا أعتبر مجرد سلام وسؤال سماحة الإمام عني هو تكريم عظيم السيستاني ينكر أحاديث أهل البيت التي ترتبط بموضوع سيد الشهداء ينكر كثيرا منها بحسب قذارات علم الرجال علم القنادر ويريد من الشيعة أن يتعلموا من عبد الرزاق عبد الواحد كيف يبكون على الحسين عية مهزلة هذه هذا الرجل غبي غبي جدا هو حينما يقرأ لا يفهم يبدو أن السيستانية الغبية هذا يشير إلى قصيدة عبد الرزاق عبد الواحد وهي قصيدة مشهورة معروفة في رحاب الحسين أبياتها الأولى جميلة كما قلت قبل قليل من أن عبد الرزاق عبد الواحد شاعر مفلق هذا لا شك فيه وقصيدته في الحسين أبياتها الأولى جميلة جدا أقرأ بعضا من أبياتها قدمت قدمت وعفوك عن مقدمي يخاطب سيد الشهداء قدمت قدمت وعفوك عن مقدمي حسيرا أسيرا كسيرا ضمي قدمت لأحرم في رحبتيك سلام سلام لمثواك من محرمي فمذكنت طفلا رأيت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي ومذكنت طفلا وجدت الحسين ملاذا ملاذا بأسواره أحتمي ومذكنت طفلا عرفت الحسين رضاعا رضاعا وللآن لم أفطمي سلام عليك سلام عليك فأنت السلام وإن كنت مختضبا بالدمي وأنت الدليل إلى الكبرياء بما ديس من صدرك الأكرمين وإنك معتصم الخائفين وإنك معتصم الخائفين يا من من الذبح لم يعصمي القصيدة طويلة وهذه أجمل أبياتها هذه القصيدة أبياتها الأولى جميلة جميلة لا شك في هذا لكن السستانية يبدو أنه لا يفهم الشعر حين يقرأه لأن الأبيات الأخيرة من هذه القصيدة يعرج فيها على البعثيين وعلى الصداميين كي يقول بأن الظلم الذي تعرض له صدام وتعرض له البعثيون هو أشد من الظلم الذي وقع على الحسين هذه هي الطريقة التي يبكي فيها عبد الرزاق عبد الواحد هذه هي طريقة التي تريد أن تعلم الشيعة أن يبكو وفقا لها على الحسين من صخم الله وجهك وطيح الله عظمك يا أيها المرجع الأحلى فماذا يقول عبد الرزاق عبد الواحد في الأبيات الأخيرة من القصيدة كذا نحن يا سيدي يا حسين شداد على القهر لم نشكم كذا نحن إنه يتحدث باسم البعثيين كذا نحن يا سيدي يا حسين شداد على القهر لم نشكم كذا نحن يا آية الرافدين سواترنا قط لم تهدم يبدو أن اللقطة مثيرة هنا فإن عبد الرزاق عبد الواحد يتحدث عن سواتر الحرب مع إيران وهنا تأتي هذه اللقطة من أن السيستانية يريد إرجاع البعثيين كي يكون منغصا وعائقا أمام تغول الإيرانيين أنا لا أقول بأن السيستانية فهم هذا الكلام من هذه الأبيات إنما شيء أعلق به وإلا فإن السيستانية يبدو أنه قرأ القصيدة وما فهم معناها فليس معقولا أنه فهم القصيدة وبعد ذلك يطلب من الشيعة أن يتعلم البكاء على الحسين من عبد الرزاق عبد الواحد كذا نحن يا سيدي يا حسين شداد على القهر لم نشكم كذا نحن يا آية الرافدين سواترنا قط لم تهدمي لإن ضج من حولك الظالمون انتبه إلى ما يقول هذا الشاعر الصابئي البعثي الصدامي هذه عقيدته أنا لا ألومه الرجل صابئي بعثي صدامي أنا لا ألومه نحن نلوم هذا الأخبر الذي يقال له الأعلم الذي يقول للشيعة أن يتعلم البكاء على الحسين من طريقة بكائه على الحسين وهو في الوقت نفسه يدمر أحاديث أهل البيت وهو هو يسلط ولده محمد رضا أن يقوم بكل ما يستطيع لتدمير قناة القمر ما يقوم به محمد رضا ليس من عندي نفسه فقط إنني أقول هذا الكلام ليس تحليلا الأخبار عندي كلما تكون البرامج قويتا فإن محمد رضا يراجع أباه وأبوه هو الذي يحثه أن يبذل قصار جهده في القضاء على قناة القمر هذه معلومات هذه معلومات وسيصاب محمد رضا بالحيرة كيف تصل لي هذه المحلومات سيصاب بالحيرة هذه معلومات معلومات أنا لا أتحدث عن اليوم أنا أتحدث عن السنين عن السنين فنحن الآن في السنة العاشرة من عمر هذه القناة أنا أتحدث عن السنين لا أتحدث عن اليوم لئن ضج من حولك الظالمون فإنا وكلنا إلى الأظلم يخاطب الحسين لئن ضج من حولك الظالمون فإنا وكلنا إلى الأظلم أي أن ظلامتنا أشد من ظلامتك يا حسين لأننا وكلنا إلى الأظلم لئن ضج من حولك الظالمون فإنا وكلنا إلى الأظلم وإن خانك الصحب والأصفياء فقد خاننا من له ننتمي إنها خيانة الآباء والأجداد إنها خيانة الأهل وهي أقوى من خيانة الصحب والأصفياء فإن ظلامة صدام وإن ظلامة البعثيين هي أشد من ظلامة الحسين هذه قصيدته المثبتة في ديوانه هذه القصيدة مستخرجة من ديوانه وهذه أبياته فهذا الأخبر الغبي الذي يتربع على عرش النجف يريد منا أن نتعلم البكاء على الحسين من هذا الصابئي البعثي الصدامي أنا لا ألوم هذا الشاعر إنما ألوم ذلك الأخبر هذا هو الواقع الشيعي الغبي الواقع الشيعي الشيعي المتسافل الواقع الشيعي السخيف والسفيه وكل السفاهة في هذا الواقع الشيعي من مراجع النجف وتحديدا من المرجع الأعلى أتحدث عن هذا الزمان وهكذا في كل زمان فكل سفاهة وكل تفاهة وكل سخافة تأتين من المرجع الأعلى بحسب زمانه من الذين ماتوا من المرجع المعاصر ومن الذين سيأتون في أيامنا القادمة ولذا فإن عاقبة الأمر في النجف أن يخرج لقتال إمام زماننا وأن الإمام سيطهر الأرض من هذه الوجودات النجسة بسيفه مثلما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكفى بالسيف شافية فهذه الغدد السرطانية وهذه النجاسات ليس لها من تطهير إلا بسيف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل يا من خلق فسوى يا من قد ترى فهدى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجل هلكى يا من يشف المرضى يا من أضحك و أبكار يا من أمات و أحيان يا من خلق الزوجين الذكر و الأنثى صبحانك يا الله يا من فلبر و البحر سبیلو يا من فل آفاق آياتو يا من فل آيات برهانو يا من فل ممات قدرتو يا من فل غبور عبرتو يا من فل قيامت ملكو يا من فل حساب حيبتو يا من فل ميزان قطاعو يا من فل جنة ثباب يا من فل نار عقاب صبحانك يا الله ألغى ألغى اهن الأيام هي الأيام أقرأ عليكم من الجزء الثالث من مروج الذهب ومعادن الجوهر للمؤرخ المسعودي الذي كان على دين السقيفة بن ساعدة لكنه تشيع في أخريات أيامه وهذا الكتاب كان قد ألفه أيام كان على دين السقيفة بن ساعدة هذه الطبعة طبعة دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان في صفحة الرابعة والتسعين إنهم شيعة العراق ولن يتغير لن يتغير وهلك يزيد بن معاوي هلاكه يزيد بفترة لم تكن طويلة بعد قتل سيد الشهداء وهلك يزيد بن معاوي ومعاوية ابن يزيد الذي جاء من بعده وعبيد الله ابن زياد على البصرة أمير فخطب الناس وأعلمهم بموتهما بموت يزيد وموت ولده معاوية معاوية قتلوه الأمويون قتلوه لا أريد الحديث عن هذه التفاصيل أذهب إلى اللقطة نفسها فخطب الناس من؟ عبيد الله بن زياد خطب الناس في البصرة فخطب الناس وأعلمهم بموتهما وأن الأمر شورى إلى هذه اللحظة لم ينصب له أحد وقال لا أرض اليوم أوسع من أرضكم يخاطب أهل البصرة يبين لهم إنجازاته لا أرض اليوم أوسع من أرضكم ولا عدد أكثر من عددكم ولا مال أكثر من مالكم في بيت مالكم مئة ألف ألف درهم ومقاتلتكم أي القوة العسكرية ومقاتلتكم ستون ألفا وعطاؤهم وعطاء العيال ستون ألف ألف درهم فانظروا رجلا ترضونه يقوم بأمركم باعتبار أن الخليفة في الشام مات وانتهى أمر ولايته على البصرة فانظروا رجلا ترضونه يقوم بأمركم ويجاهد عدوكم وينصف مظلومكم من ظالمكم ويوزع بينكم أموالكم فقام إليه أشراف أهلها أشراف أهل البصرة ومنهم الأحنف ابن قيس التميمي وقيس ابن الهيثم السلمي ومسمع ابن مالك العبدي هذه قبائل شيعية كانت في البصرة وهذا الأحنف ابن قيس كان من الوجوه والقيادات في جيش أمير المؤمنين هؤلاء هم الذين كتب إليهم الحسين يطلب نصرتهم فما نصر الحسين خرج البعض منهم والذين خرجوا لنصرة الحسين خرجوا بدافع عشائري لأن شيخهم طلب منهم ذلك ولذا لم يدركوا يوم الحسين في منتصف الطريق ووصلتهم الأخبار بأن الحسين قد قتل فرجعوا إلى ديارهم في البصرة هذه القبائل شيعية وهذه الشخصيات شيعية هكذا يقال عنها كشيوخ العشائر اليوم الذين يدينون بدين العشائر ولا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة وإذا كان فيهم من أحد متدين فإنه يدين بدين المرجعية الطوسية ومثل ما كانوا يهوسون ويدقون الصدام الآن هوسون ويدقون للمرجعية الحكاية هي الحكاية ما هي العشائر العراقية بعد أن قتلت الحسين وأهل بيته وأنصاره وهجموا على خيامه وعائلته اختلفوا فيما بينهم في مسألة تقسيم الرؤوس لأن كل قبيلة كانت تريد أن تأخذ عددا أكثر من الرؤوس كي يتقربوا بذلك إلى عبيد الله بن زياد إلى ابن مرجانة الزانية وأبوه زياد ابن سمية الزانية إلى أبناء الزوان ولذا فإن سيد الشهداء وهو يتحدث عن وصفه ووصف يزيد بذلك من أنه الدعي ابن الدعي فإن حال يزيد كذلك هكذا كحال عبيد الله بن زياد وكذلك حال معاوية فإن حاله كحال زياد بن أبي فقام إليه أشراف أهلها ومنهم الأحنف ابن قيس التميمي وقيس ابن الهيثم السلمي ومسمع ابن مالك العبد فقالوا ما نعلم ذلك الرجل غيرك أيها الأمير أنت أنت تبقى مع أنه هو الذي يقول لهم إن الخليفة في الشام مات وعهد ولاية انتهى فانظروا فانظروا إلى أحدكم حتى لو كان يقول هذا الكلام كذبا لكنهم يستطيعون أن يحتجوا عليه هو الذي قال هذا الكلام إلا أنهم عجابوه بهذه الطريقة فقالوا ما نعلم ذلك الرجل غيرك أيها الأمير وأنت أحق من قام على أمرنا حتى يجتمع الناس على خليفة فقال أما لو استعملتم غيري لسمعت وأطعت هذا حال شيعة في البصرة في الكوفة ماذا أتعلمون أن اقتراحهم في الكوفة أن ينصب عمر بن سعد واليا عليهم لماذا لم ينجحوا في ذلك لأن نساء الشيعة خرجن في مظاهرة واعترضن على ذلك فصعد عمر بن حريث على المنبى هذا كان نائبا لعبيد الله بن زياد في البصرة فعبيد الله بن زياد كتب إليه وأمره أن يفعل نفس الشيء الذي فعله عبيد الله بن زياد في البصرة لكن أهل الكوفة رفضوا وقالوا نحن نختار شخصا من بيننا فصعد عمر بن حريث على المنبى فخطب الناس وذكر لهم ما دخل فيه أهل البصرة من أنهم نصبوا عليهم عبيد الله بن زياد فقام يزيد ابن رويم الشيباني فقال الحمد لله الذي أطلق أيماننا يعني لا بيعة في أعناقنا باعتبار أن الخليفة في الشام قد مات الحمد لله الذي أطلق أيماننا لا حاجة لنا في بني أميه ولا في إمارة بن مرجانه إلى أن يقول المسعودي لأن الكلام طويل فقال جماعة يرشحون أميرا على الكوفة فقال جماعة إنه عمر ابن سعد فلما هموا بتأميره أقبل نساء من همدان وغيرهن من نساء كهلان والأنصار وربيعة حتى دخلنا المسجد الجامع صارخات باكيات معولات يندبن الحسين ويقول أما رضي عمر بن سعد بقتل الحسين حتى أراد أن يكون أميرا علينا على الكوفة فبكى الناس وأعرضوا عن عمر إلى آخر ما ذكره المسعودي في كتابه ليسوا مجبرين على اختيار عبيد الله بن زياد في البصرة وليسوا مجبرين على اختيار عمر بن سعد في الكوفة ولكنهم ذهبوا بهذا الاتجاه هذا هو حال أهسستاني وحال أتباعه الذين سيدافعون عن مواقفه هذه تأريخ أسود تأريخ الشيعة في العراق تأريخ أسود ولا زال تأريخهم قذرا مع العترة الطاهرة من هنا يقول الأئمة من أن قتلت الحسين موجودون في آخر الزمان وهم الذين يزورون قبره ويتشافون بتربته يتبركون بتربته ويتشافون بتربته وإمامنا الرضا يقول إنهم ينتحلون مودتنا ولكنهم ليسوا منا ثم يلعنهم المشكلة المشكلة ليست في العاطفة القلبية المشكلة في المنهج الرسالة التي وصلت من إمام زماننا إلى الشيعة في عصرنا في العقود المتأخرة ماذا يقول فيها إمام زماننا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي الشيعة يبكون على الحسين يخدمون الحسين على المذهب الطوسي والمذهب الطوسي هو مذهب مراجع النجف وكربلاء لا علاقة له بدين العترة الطاهرة أنا أقول للشيعة حينما تتابعون برنامجا في هذه القنوات المختلفة ويخرج متحدث فيقول من أن الطعام الفلاني فيه مادة مسرطنة من أن الشامبو الفلاني فيه كذا وكذا من الأضرار الدليل كذا وكذا ألا تتأكدون من هذا أنا أحدثكم عن دينكم لا أقول لكم اتبعوني ولا أقول لكم صدقوني ولكن هذه الحقائق خطيرة اذهبوا وتأكدوا بأنفسكم هذه الحقائق خطيرة أنا لا أقول لكم اتبعوني ولا أقول لكم امدحوني ولا أقول لكم صنموني ولا أقول لكم صدقوني العنوني ولكن هذه الحقائق خطيرة أما أما عندكم من عقل تفكرون تقولون هذا الرجل يخرج يوميا المبلغون المتحدثون تحدثوا وبلغوا وانتهى شهر رمضان شهر رمضان انتهى وشهر شوال انتهى وهذا هو الشهر الثالث وانا يوميا اخرج لمدة زمنية طويلة وبالبث المباشر وكم هو عسير ذلك اتيكم بالوثائق والحقائق والمصادر هل يؤقل كل الذي اقوله لسه صحيحا لا بد ان يكون بعضه صحيحا كل الذي اقوله في غاية الخطورة فليكن اكثر كلام كذبا وادعاء وافتراء وبهتانا لكن لا يمكن ان يكون كل كلام كذبا لا يمكن ان يكون كل كلام افتراء في الوقت نفسه انكم لا تسمعون صوتا واحدا يرد على هذه الحقائق واذا ما رد بعض الجهال فانني قد اجبته والقمته حجرا بل القمته خراء في فمه وفم ابيه كل الذين فتحوا افواههم ملأت افواههم وافواه ابائهم خراء وعلى عينك يا تاجر وبرامجي موجودة وما قاله الاخرون موجود وكل شيء متوفر على الشبكة العنكبوتية الا يفرض ذلك عليكم ان تبحثوا عن حقيقة دينكم وهل انكم على دين العترة الطاهرة اذا كنتم على دين العترة الطاهرة فاين حقائق دين العترة الطاهرة قارنوا لن تجدوها الا على هذه القناة ومن مصادر دين العترة الطاهرة قارنوا قارنوا بين الذي تقدمه هذه القناة من حقائق دين العترة الطاهرة وبين الذين يدعون كذبا وزورا اتحدث عن مراجع النجف وكربلاء من انهم على دين العترة الطاهرة قارنوا ستكتشفون الحقيقة بانفسكم نذهب الى فاصل يا اغرب من كل قريب يا عب من كل حبيب يا ابصر من كل بصير يا اخبر من كل خبير يا اشرف من كل شريف يا ارفع من كل رفیق يا اقوام من كل قبیق يا اغنا من كل غنی يا اجود من كل جباد يا ارعف من كل رعوف سبحانك یالا الغاف یا ارعف یا غالب غیر مقلوب یا صانع غیر مسلوب یا خالق غیر مخلوب یا مالک غیر مملوک یا قاهر غیر مقهور یا رافعن غیر مرفوع یا حافدن غیر محفوظ یا ناصرن غیر منصور یا شاهدن غیر قائد یا قریبن غیر بعید سبحانك یا قائد یا قائد یا حافدن غیر مخلوب یا حافدن یا حافدن غیر مخلوب یا حافدن اقول لهذا السستانی الاغبر الذي يريد منا أن نتعلم البكاء على الحسین من شاعر صدام من هذا الشاعر الصابئی البعثی الصدامی اقول له هل الصابئة يتعلمون منا امور دینهم لماذا نحن نتعلم من الصابئة البعثیين امور دیننا لماذا أنت تنكر أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم لماذا أنت تحارب منطق قناة القمر هل قرأت القرآن هل تفقه القرآن حينما تقرأه ماذا قرأت في سورة الشعراء هل قرأت هذه الآيات إنها الآية الرابعة والعشرون بعد المئتين بعد البسملة والشعراء يتبعهم الغاوون الوجه الأول للآية فإنها تتحدث عن الشعراء في مستوى العبارة هناك آفاق أخرى في هذه الآيات ولكن بحسب ما هو المعروف من وجه العبارة فإن الآيات تتحدث عن الشعراء عبد الرزاق عبد الواحد أليس هو من الذين تنطبق عليهم هذه الآية هل تريد أن تخرج عبد الرزاق عبد الواحد من هذه الآية بأي دليل القرآن يرفض هذا اقرأوا الآيات والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون لكنهم لا يهيمون في الواد الصحيح للعترة الطاهرة في كل واد يهيمون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فكيف يوثق بهؤلاء الذين أوصافهم وأحوالهم هي هذه هذا هذا تقييم القرآن لهم من أنهم لا يمتلكون الكفاءة ولا النزاهة ولا الصدق والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهل تريد أن تجعل عبد الرزاق عبد الواحد من أهل هذه الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون وهذا أحد أعوان الظلم بل هو من الظلمة أنفسهم هذا هو الذي يؤله صداما ويسبغ عليه من الأوصاف التي لا يستحق أي شيء منها عبد الرزاق عبد الواحد مصداق لهذه الآيات فأنت يا أيها السستاني هل تؤمن بالقرآن هل قرأت القرآن حينما تتخذ موقفا هل تجعل القرآن أمام عينيك أم أن مصلحتك ومصلحة ولدك في أن يكون مرجعا من بعدك تجعلك تذهب في الطريق المنافر لمنهج العترة الطاهرة والشعراء يتبعهم الغاوون إنه يريد من الشيعة أن يكون غاوين يتبعون عبد الرزاق عبد الواحد وأنثاله ماذا نقرأ في الآية السادسة والخمسين بعد المائتين بعد البسملة من سورة البقرة لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي الذي يريد الرشد فماذا يفعل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لم في صام لها والله سميع علي هذا هو الرشد الذي يبحث عن الرشد ويريد الفرار من الغي عليه أن يتمسك بولاية علي وآل علي علي أن يتمسك بأولياء علي وآل علي قد تبين الرشد من الغي فأين الرشد هنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أما هذا فهذا أحد عبيد الطاغوت الذين يجب علينا أن نكفر بهم لا أن نجعلهم وزراء للثقافة يا أيها السيستاني الأخبار ولا أن تتعلم الشيعة منهم كيف يبكون على الحسين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لم في صام لها والله سميع عليم تذكروا هذه الآيات وتذكروا موقف هذا الأخبار والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون منطقان منطقان منطق الأمير ومنطق الحمير الذي أدعوكم إليه إنه منطق الأمير الذي يدعوكم إليه السيستاني إنه منطق الحمير منطقان منطقان منطق الأمير ومنطق الحمير الذي أدعوكم إليه هو هذا ما يقوله أمير المؤمنين هذا منطق الأمير إنها الخطبة السابعة والأربعون بعد المئة من نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجر والباري من ذي السقم واعلموا هذا هو منطق الأمير واعلموا واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه من أين تأخذون ثقافتكم من هذا السستاني الأخبر الذي يريد لهذا الصابعي البحثي الصدامي من عبيد الطواغيت ومن أعوان الظلمة بل من الظلمة أنفسهم يريد من الشيعة أن يتعلموا منه كيف يبكون على الحسين في الوقت الذي يدمر أحاديث البكاء على الحسين في كتب الحديث لأنها ضعيفة الأساني فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه من هو الذي نقضه؟ السيستاني هو الذي نقض الكتاب نقض مضامين الآيات في سورة الشعراء إنه مثال من الأمثلة مثال واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه لهذا السبب أصر على ذكر عورات هؤلاء المراجع الثولان هؤلاء المراجع البتريين هؤلاء المراجع السفهاء واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه أنتم بالخيار بين منطقين بين منطق قناة القمر وهو منطق الأمير ومنطق السيستاني وهو منطق الحمير حينما يريد منكم أن تتعلموا البكاء على الحسين من عبد الرزاق عبد الواحد هذا هو منطق الحمير هذا هو منطق الحمير وبامتياز فأنتم بين منطقين فاختاروا نذهب إلى فاصل يا نورن نور يا منورن نور يا خالقن نور يا مدبرن نور يا مقدرن نور يا نورن کل نور يا نورن قبل کل نور يا نورن بعد كل نور يا نورن فوق كل نور يا نورن ليس كمثله نور صبحانك يا لالا يا من عطاوه شريف يا من فعله لطلق يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قدير يا من قوله حق يا من بعده صيد يا من عفوه فضل يا من عذابه عاد يا من ذكره حول يا من فضله عميم سبحانك يا يا من قوله عميم يا من قوله عميم أعتقد بهذا صارت الصورة واضحة جدا تخبركم بأسلوب جلي عن مدى الخبث السيستاني وعن العلاقة الوثيقة جدا فيما بين السيستاني والبعثيين المجرمين اللعنة لعنة الله عليه هل تحتاجون إلى أدلة تكون أكثر من ذلك بإمكاني أن أسوق لكم كثيرا من الأدلة والوثائق لكنني سأحتاج إلى عدد كثيرا من الحلقات وهذا ما لا أرغب في لذا إنني أركز الكلام تركيزا على الجهات المهمة والمهمة جدا سأنتقل بكم إلى نقطة ثالثة فبعد الحديث عن المؤسسات السيستانية الغارقة في الفساد والوكلاء السيستانيين الساقطين أخلاقيا ودينيا كان الحديث عن العلاقة السيستانية الوثيقة جدا مع البعثيين سأنتقل إلى نقطة ثالثة إلى العلاقة السيستانية المتينة جدا وجدا 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 مع الأمريكيين علاقته مع الأمريكان علاقته مع المشروع الأمريكي في العراق وإنني في برنامج الخاتمة تحدثت في العديد من الحلقات وبالوثائق القطعية عن أن السيستاني يمثل صمام الأمان للمشروع الأمريكي في العراق وبالمناسبة هذه التسمية في أصلها جاءت من الأمريكان والإسرائيليين من أن السيستانية صمام الأمان وقد تحدثت عن هذا في برامج السابقة لا أريد أن أخوض في هذا العنوان الآن يمكنكم أن تعود إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع كي تطلع على التفاصيل إذن النقطة الثالثة هي هذه العلاقة السيستانية المتينة والمتينة جداً مع الأمريكان فولو برامار إنه الحاكم الذي حكم العراق حينما كانت سلطة التحالف المؤقتة هي التي تحكم العراق وكان فولو برامار هو الحاكم الأعلى هو الحاكم الأول تحدث فولو برامار عن علاقته بالسيستاني هو لم يدعي بأنه التقى بالسيستاني كان هناك اتفاق من أن المسؤولين الأمريكان لا يلتقون بالسيستاني وإنما يتواصلون عبر الرسائل وعبر الوسطاء لأن السيستانية لا يريد أن يقال عنه بأنه يتعاون مع الأمريكان مع أنه كان متعاونا مع الأمريكان إلى أبعد الحدود وأنا لا أشكل على تعاونه مع الأمريكان إذا كان ذلك في مصلحة العراق إذا كان ذلك في مصلحة الشيعة لكنه لكنه يكذب ويكذب ويكذب ويدعي أنه لا علاقة له بالأمريكان وعلاقته بالأمريكان يوظفها لمصالحه الشخصية لأنه يريد من الأمريكان بنحو غير مباشر أن يكون منغصا للإيرانيين وأن يكون عائقا أمام التوغل الإيراني لا للمحافظة على مصلحة العراق ولا للمحافظة على مصالح الشيعة الكلام يدور حول مرجعية ولده في قادم الأيام الكلام كله يدور حول هذه النقطة فإن الإيرانيين لا يستطيعون أن يلحق الضرر بمرجعية السيستاني لكن لو توغلوا واستطاعوا أن يهيمنوا على النجف بشكل كامل فإنهم حينئذ سيلحقون الضرر بمرجعية محمد رضا السيستاني ربما لا تكون هناك مرجعية أو إذا كانت فإنها ستصبح مرجعية ثانوية وهذا ما لا يريده السيستاني لمرجعية ولده ولذا لا يعبأ بمصالح العراق أو مصالح الشيعة في العراق إنه يبحث عن مصالحه وعن مصالح أسرته وأولاده هذه هي الحقيقة من الآخر اجمعوا كل ما تقدم من الحقائق حتى إذا أردتم أن تسقطوا نصفها تقولون بأنها ليست صحيحة أسقطوا نصفها نصف الحقائق المتبقي إذا ما جمعتم بين تلك الحقائق فإن النتيجة تكون واضحة ليس هناك من دين ليس هناك من عقيدة لا وجود لأهل البيت في الموضوع لا وجود للعراق في الموضوع ولا وجود للشيعة في الموضوع القضية رئاسة عنوانها ديني وهي في الحقيقة دنيوية يريدها أن تكون وراثية لولده من بعده هذه هي الحقيقة من الآخر ولا يوجد شيء آخر تريدون أن تضحكوا على أنفسكم فأنتم أساسا مضحك تريدون أن تسخروا من أنفسكم وترفض هذه الحقائق أنتم أساسا مسخرة أنتم حمير ديخيون عند أصحاب العماء فولي برامار تحدث عن علاقته مع السيستاني وعن علاقة الأمريكان مع السيستاني لم يصدر بيان صريح من السيستان نفسه أو من مكتبه في النجث بنحو واضح أن كذبوا بولي برامار وإلى الآن لم يصدر تكذيب من السيستان نفسه ولا من مكتبه الذي هو تحت إشراف ولده محمد رضا في النجا إنما هناك كتاب وهو كتاب الأكاذيب السيستانية كتاب مليء بالأكاذيب وسأضرب لكم مثالا من أكاذيبهم وإنني تحدثت عن هذا الكتاب وأكاذيبه الإمام السيستاني أمة في رجل هذه طبعة مؤسسة البلاخ إنها الطبعة الأولى 2008 ميلادي هذا الكتاب يعد كتابا تثقيفيا للسيستانيين مليء بالأكاذيب والتفاهات سأقرأ لكم أكذوبة من أكاذيبهم أثبتها اللوقي السيستاني الأعظم محمد حسين الصغير توفي الآن الرجل لكنه كان في حياته لوقيا سيستانيا من الطراز الأول وهو رجل كذاب في كتاباته سأثبت ذلك لكم تحت هذا العنوان لا وصاية لأي دولة ولا ولاية لأي نظام في العالم على السيد السيستاني الدكتور محمد حسين علي الصغير صفحة 429 في صفحة 431 ماذا يقول هذا اللوقي الكذاب رجاء اعرض لنا صورته هذا هو اللوقي الكبير اللوقي الأعظم في النجف بل في العراق محمد حسين الصغير ماذا يقول اللوقي الأكبر فآلت المرجعية بكل أطرافها للسيد السيستاني نعم هناك مرجعيات عظام مثل السيد محمد السعيد الحكيم والمرجع الشيخ إسحاق الفياط والمرجع الشيخ بشير النجفي والمرجع الميرزا إجواد التبريزي والوحيد الخراساني هكذا هو يقول والمرجع الميرزا إجواد التبريزي مرجع والوحيد الخراساني مرجع والسيد الصادق الشرازي مرجع والمراجع عدة وهناك منهم مراجع في الظل وهم جميعا مراجع ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بإجماعهم بإجماع هؤلاء المراجع أضرب لكم مثالا صادق الشرازي في مجالسه الخاصة يلعن السيستاني يلعن السيستاني مثل ما يلعن الخمين ومثل ما يلعن الخامني في مجالسه الخاصة وهذا ليس أمرا خاصا بصادق الشرازي المراجع فيما بينهم أحدهم يلعن الآخر الجميع وهذا الأمر يعرفه المعممون في النجف وفي كربلاء وفي قوم وفي مشهد وفي أصفهان حيثما تجمع المعممون المعممون يعرفون هذا جيد في المجالس الخاصة للمراجع فإن المراجع يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا بشتى أنواع التهم هذه القضية ليست خاصة بصادق الشيراز مثلا حينما أخذته مثالا هذا الكلام ينطبق على الجميع محمد السعيد الحكيم مثلا حينما كان حيا في مجالسه الخاصة وكان معروفا كان معروفا بقذارة اللسان لأنه كان يسب كثيرا فما عنده من شيء يتحدث عنه إلا السيستاني في مجالسه الخاصة في مجالسه الخاصة فإنه يفرم السيستانية فرما وهكذا هم السيستانيون أيضا في مجالسهم الخاصة يفرمون سائر المراجع ويسخرون منهم ويضحكون عليه هذا هو ديدن المراجع في مجالسهم الخاصة أتباعهم لا يصدقون فليذبوا إلى الجحي لكنهم يسمعون يتابعون هذه البرامج أتحدث عن المراجع وعن كبار الشخصيات إنني لا أريد أن أعلي من شأني لكن برامج خناة القمر لا توجد قناة في العالم تعرض برامج كبرامج خناة القمر أرشدوني 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 إلى قناة تعرض برامج كبرامج قناة القمر يتابعونها يتابعونها في الأوساط الشيعية وفي الأوساط السنية أتحدث عن الكبار وعن الكبار من الطراز الأول هذه معلومات وما هو بتحليل هذه معلومات وما هو بتحليل في المجالس الخاصة للمراجع يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا فمن أين جاء هذا الإجماع من المراجع على مرجعية السيستاني هذا هو الكذب الصريح ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بإجماعهم على ذلك بإجماع بقية المراجع والله كذب كذب وكذب 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 إلى أن ينقطع النفس هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل مشحون بالأكاذيب من أوله إلى آخره أكاذيب في أكاذيب خصوصا ما يرتبط بكرامة السيستاني بفضائل السيستاني ومناقب السيستاني وقد تحدثت عن هذه الأكاذيب عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع والتي أشرت إليها في الحلقة الماضية في طوايا هذا الكتاب هناك منتدى الفكر العراقي تحت هذا العنوان كتب تعليقا على مذكرات برامار منتدى الفكر العراقي عنوان عائم موجود لكن لا قيمة له ما قيمة هذا العنوان ومنتدى الفكر العراقي من أين اقتبس معلوماته في الرد على برامار ولذلك قام منتدى الفكر العراقي هذا في صفحة ثلاثمية واحد وثماني ولذلك قام منتدى الفكر العراقي بمراجعته مراجعة مذكرات برامار هذا هو كتابه عام قضيته في العراق ولذلك قام منتدى الفكر العراقي بمراجعته واستخلاص أهم مقاطعه التي لها علاقة بمواقف سماحة السيد ثم طلب من مصدر مقرب من مكتب سماحته في النجف الأشرف التعقيب على تلك المقاطع وقد استجابه مشكورا لهذا الطلب لماذا لم تطلب من السيستاني نفسه لماذا لم تطلب من ولديه من ولده محمد رضا ومن ولده محمد باقر لماذا لم تطلب من مكتب السيستاني نفسه لماذا لم تطلب من أصهار السيستاني لماذا لم تطلبوا من أحفاد السيستاني هذا هو الدجل هذه أساليب الثعالب وأساليب الشياطين ثم طلب من مصدر مقرب دائما هكذا يتحدثون لأنهم كذابون حتى إذا اكتشف كذبهم قالوا من أن الكلام لم يصدر من عندنا من هو هذا الشخص المقرر المصدر المقرر أين صورته أين اسمه أين عنوانه هكذا يضحكون عليكم ثم طلب من مصدر مقرب من مكتب سماحته في النجف الأشرف إلى آخر الكلام من جملة ما ذكره هذا المصدر المقرب هذا المصدر الكذاب المقرب من مكتب الكذابين الدجالين من مكتب الدجال الأكبر في النجف من مكتب السيستاني صفحة 387 ولم تكن هناك رسائل متبادلة بين المرجعية الدينية وبين أبرمر ولو كان قد تلقى من سماحة السيد دام ظله ولو رسالة واحدة لكان ينبغي له أن يثبتها بنصها في كتابه توثيقا لمدعاة سنعرض لكم الحقائق سنعرض لكم الحقائق وسترونها بأم أعينكم مع أنني قد تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة وبنحو مفصل إلا أنني سأجمل لكم الكلام في هذه الحلقة سأركز على بعض النقاط على بعض الجهات كذابون هؤلاء هناك رسائل متبادلة فيما بين السيستاني وبرامار فيما بين السيستاني والأمريكان وإلى الآن إلى الآن يتواصل الأمريكان مع محمد رضا السيستاني وفي النجف وإلى الآن إلى الآن يتواصلون مع محمد رضا السيستاني وهذا الأمر يعرفه المطلعون على التفاصيل في السياسة العراقية حينما تكون المواقف حساسة وحينما يراد اتخاذ القرار الخطير فإن التواصل يكون مستمرا فيما بين الأمريكان ومحمد رضا السيستاني سأعرض لكم من الوثائق والحقائق التي توضح لكم الصورة كاملة وجلية وبينة نذهب إلى فاصل يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم الرقيم يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبیب يا نعم الكفیل يا نعم الوكیل يا نعم المولا يا نعم النصير يا نعم الحبیل يا نعم الوحبیل يا نعم الوحبیل يا نعم الحبیل يا حبیب التوابیل يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قررت عين العابدين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين سبحانك يالا والراضي والراضي والإصلاق عام قضيته في العراق هذا هو الكتاب الذي جمع فيه بولي برامار مذكراته بحسب الترجمة العربي رجاء أعرض لنا الكتاب في نسخته الإنجليزية الأصلية هذا هو الكتاب في نسخته الإنجليزية الأصلية وأعرض لنا صورة الكتاب في نسخته العربية المترجمة هذه النسخة هي نفسها التي بين يدي عام قضيته في العراق بولي برامار هذه الطبعة طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان والترجمة ترجمة عمر الأيوب في هذا الكتاب تحدث بولي برامار بالإجمال وليس بالتفصيل عن علاقته بالسيستاني وعن علاقة الأمريكان بالسيستاني وذكر بأن هناك عددا من الوسطاء فيما بينه وبين السيستاني من خلالهم تصل الرسائل تصل رسائل السيستاني إلى برامار وتصل رسائل برامار إلى السيستاني منهم إحسين الصدر إحسين الصدر الذي هو في الكاظمية إحسين الصدر ابن إسماعيل الصدر الذي يكون محمد باقر الصدر عمه إحسين الصدر أحد الوسطاء موفق الربيع وسيط ثاني عماد الخرسان وهو أمريكي الجنسية نجفي من آل الخرسان إلا أنه أمريكي الجنسية وجاء مع الجيش الأمريكي مع القوة الأمريكية فالو برامار كان يعتمد اعتمادا خاصا وقويا وكثيرا على عماد الخرسان وهناك غيرهم غير هؤلاء إلا أنه ركز الكلام على هؤلاء في كتابه بحسب الطبعة التي بين يديه فإنه قد تحدث عن ذلك في صفحة 213 أنا لا أجد وقتا كي أقرأ ما كتبه ولكنني قد أقرأ بعض الكلمات على سبيل المثال صفحة 213 214 215 مثلا في صفحة 214 وبين تموز يوليو وأواسط أيلول سبتمبر فقط تبادلت أكثر من عشر رسائل مع آية الله وعبر السستاني بشكل متكرر عن امتنانه الشخصي لكل ما فعله الاعتلاف من أجل الشيعة والعراق إلى آخر كلامه إلى أن يقول في صفحة 215 وفي مسعى لفتح قناة اتصال غير مباشرة أخرى مع السستاني اصطحبت وزير الخارجية باور إلى عشاء في منزل آية الله إحسين الصدر رجاء أن اعرض لنا الفيديو تعريبا خاصة باذا في المشعر يقتص IS شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهو المحتل فكيف يكون هذا الكلام على أي حال نحن لا نتوقع من هؤلاء إلا السفاهة والسخافة هذا هو واقعهم فالب رمر الرجل صادق هو ليس محتاجا أن يكذب في كتابه السيستاني هو الكذاب مكتب السيستاني هو مكتب الدجل والكذب الرجل صادق فيما يقول تحدث عن هذا أيضا في صفحة 253 حينما تحدث عن موفق الرباعي وكان موجودا في الفيديو موفق الرباعي إنه الوسيط الثاني ويستمر الكلام إلى صفحة 254 وتحدث كذلك عن عماد الخرسان صفحة 307 للحصول على قراءة أفضل للوضع في النجف استخدمت قناتي الخاصة جدا للاتصال بالسيستاني العراقي الأمريكي الذي يرأس مجلس إعادة الإعمار والإنماء عماد ضياء إنه عماد الخرسان وهو من المقيمين في ديترويت ومن عائلة محترمة في النجف من آل الخرسان وغالبا ما أثبت فائدته كقناة سرية للاتصال بآية الله العظمى إلى آخر كلامه ويستمر في الحديث في صفحة 308 ثم يعود للحديث عن عماد الخرسان في صفحة 478 الرجل تحدث مع التفاصيل وإن كان حديثه مجملا هو لا يحتاج إلى كل ذلك وهو قد خرج من العراق خرج من العراق لم يكن محتاجا لكل هذا الكلام لم يكن محتاجا أن يكتب مذكراته ولم يكن محتاجا أن يقول ما يقول عن علاقته بالسستان وهو خارج العراق رجاء أعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه بولو برامار عن علاقته ومراسلاته مع السستان عبر قناة الحرة ماذا عن المرجعية الشيعية وسيد السستاني سبق في بداية ذهابك إلى العراق أن لم تكن ترغب كما قيل في إجراء الانتخابات ولكن من فرضها كان المرجع السستاني هل ترى الآن أنه بطريقة ما هو الأقوى؟ خلال وقتي في العراق كانت لي الكثير من الاتصالات الودية مع آية الله السستاني وأعتقد أن رؤيته للعراق كانت مشابهة لرؤية الحكومة الأمريكية بمعنى حكومة تمثيلية تمثل كل العراق وأعتقد أنه لعب دورا مفيدا وإلى قناة الجزيرة كنت مؤيدا للقرار بنسبة 100% على أساس المشاورات التي أجرها سلوكوم مع المسؤولين في الحكومة وكان ذلك لمدة ستة أسابيع مع حلفائنا البريطانيين لذا عرفت من النقاشات ومن خلال مناقشاتي مع المسؤولين الأكراد بأننا سنؤجل حل الجيش العراقي ولا تنسى ذلك أن الأمر الآخر الذي دار في ذهننا أن المرجع الشيع للسستاني طلب من الشيعة التعاون مع الاحتلال إذا أخذت الشيعة الذين يشكلون 80% من السكان والأكراد الذين يشكلون ربما 15% لا أحد يعلم النسبة الحقيقية الغبية الشعب العراقي أو من 20 إلى 60% أغلبية الشعب العراقي كان يتعاون مع الاحتلال في ذلك الوقت وإلى قناة المياد ذكرت أيطال العزمة السستاني وأنه ساعد في بعض الأمور وكان هناك موضوع يتعلق بصياغة الدستور الجديد للعراق وكان هناك مفاوضات صعبة تجري بين الأطراف المختلفة تتحدث بكتابك على أنه كانت مرحلة شديدة للتحدي لم تلتقي السستاني لماذا لم تلتقي شخصيا وما هو تقيمك للدور الذي لعبوا خاصة في المراحل الحرجة خلال تواجدك في العراق سستاني 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 made a decision that he would not meet with any members of the CPA or occupation I would have been honored to have had an opportunity to meet the Grand Ayatollah but he did not want it now on the other hand I had a very intense dialogue with him through intermediaries various intermediaries I calculated once that I probably had an exchange of 48 or 49 different messages back and forth including written letters with the Grand Ayatollah Sistani during the year I was there so that means we were communicating three or four times a month it was a very intense dialogue my view was that the Grand Ayatollah vision for Iraq was very similar to the vision that the coalition had for Iraq which was a democratic or at least representative government of some form and that within the bounds of what he thought was the appropriate role for Grand Ayatollah he was generally helpful in realizing that dream so I had great respect and I have great respect for Grand Ayatollah Sistani and I felt that we had a very open and free dialogue with each other that was very helpful to me Lغة الجسد صراحة الكلام وحدة السياق في التعبير مع أن المقابلات في أوقات مختلفة وعبر قنوات مختلفة لكن كل المعطيات تصرح بشكل واضح من أن الرجل صادق وليس معتاج لأن يكذب فما ذكره في كتابه كان صحيحا بدرجة مئة بالمئة وما ذكره في مقابلاته فهو صحيح للغاية رجاء أن أعرض لنا صورة الوسطاء فيما بين السيستاني والأمريكان هؤلاء هم إحسين الصدر موفق الرباعي وعماد الخرسان إنهم الوسطاء الذين كانوا فيما بين الأمريكان وبين السيستاني هناك غيرهم هناك غيرهم والرجل صرح في كتابه بأن أشخاص آخرين أيضا لكنه كان يعتمد في مراسلاته السرية جدا على عماد الخرسان النجفي في الحلقة السادسة والثمانين من برنامج الخاتمة وكذلك في الحلقة السادسة والعشرين من برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها أكرر لأجل إذا أردتم أن تطلعوا على الوثيقة كاملة فعودوا إلى هذه الحلقات الحلقة السادسة والثمانون من برنامج الخاتمة والحلقة السادسة والعشرون من برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها هناك وثيقة مهمة سأعرض لكم جانبا من الفيديو لكن الفيديو طويل في هاتين الحلقتين التي أشرت إليهما فإنني عرضت الفيديو هناك بطوله الفيديو يتجاوز أربعة وعشرين دقيقة سأعرض لكم منه بعض الدقائق إنها وثيقة مهمة جدا هذه الوثيقة استخرجناها من الموقع الألكتروني الرسمي لسلطة التحالف المؤقتة إنها حكومة برامار إنها الحكومة الأمريكية في العراق أرشيفها موجود على الشبكة العنكبوتية وبإمكانكم أن تدخلوا إليه مثل ما دخلنا نحن الوثيقة موجودة في أرشيف سلطة التحالف المؤقتة هذه الوثيقة جدولة للمراسلات ومن جملتها المراسلات فيما بين السيستاني والأمريكان هذه وثيقة أمريكية هذا الجدول صنعوه لأنفسهم الشيعة لا يعرفون هذا لا يضحكون على الشيعة به السيستاني هو الذي يضحك عليكم سأعرض لكم جانبا من الوثيقة إذا أردتم أن تطلعوا على الوثيقة الكاملة فإن الفيديو طويل يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقة السادسة والثمانين من برنامج الخاتمة أو إلى الحلقة السادسة والعشرين من برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها فإني قد عرضت الفيديو كاملا في هاتين الحلقتين رجاء اعرضوا لنا الفيديو ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة 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 هذه الوثيقة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة